هلو مايني ليبنشولر انشولرنن ديس ارستن شوليارس. اهلا بكم طلابنا وطالباتنا الاعزاء. طلاب الصف الاول السنوي. مبداية جديدة مع اللغة الالمانية. انت النهاردة اول سنوي طلابنا احباءنا اول مرة تحتاجكم بالالماني وتتعلموا الماني معنا. يا رب بقى نسمع التعليمات اللي هنبدأ بيها النهاردة معاكم فراولاء. نسمع التعليمات اللي هنقول عليها. اول حاجة انا عايزة منك بقى معك كراسة دايما اثناء الحصة. ليه? الكراسة دي هتبدأ تحل فيها معايا. الحاجات اللي هقولك عليها اتفضل حلها واسبقني دايما بالحال. وطبعا دوت هيبقى متاح معاك واسهل بالنسبة لك لما يكون الفيديو متسجل. تاني حاجة. الكراسة دايما هتسجل فيها النقاط المهمة اللي اتكلمنا عليها في الحصة. مهم جدا جدا انك تسجل معنا اهداف التعلم اللي بناخدها مع بعض في كل الحصة. وهي دي النواتج اللي انا عايزيها في اخر الحصة تكون تلعت بيها معايا. لس انسهويت بجننة. هنبدأ مع بعض النهاردة نعرف احنا ليه بنتعلم الماني. طبعا الالماني انت عارف ان هي من اللغات الحية. ودي تعتبر لغة تانية بالنسبة لك مع الانجلش. فطبعا مهم جدا تعرف التحيات الالماني. وهتلاقي في حاجات كتير شبه الانجلش وانت بتتعلم معنا. اول حاجة زي ما انت شايف قدامك كده هلو. طبعا هلو يعني اهلا بيه. وطبعا تلاقي شبه الانجلش كتير جدا. طول ما انت بتتعلم معنا الماني على طول كل حصة تابع معانا الحصة سورة بعض. وسجل كل الحاجات المهمة اللي قلنا عليها. عشان لما توصل معانا لامتحان الشر تلاقي الموضوع سهل بالنسبة لك. وكمان الواجبات الاسبوعية اللي هتنزلك تعرف تحلها بسهولة من غير اي مشاكل. يبقى اول كلمة قابلتنا في الالماني النهاردة هي كلمة هلو. محتاج بعد كده ايه من الالماني? ان نقدر عرف نفسي. انا لازم من اول حصة على طول اعرف اسمك ايه? ايشبين فهولاق علي. ودورك دلوقت يا بطل تقول لي اسمك ايه? ايشبين دي دويتش ليرارين. دويتش ليرارين يعني معلمة اللغة الالمانية. يبقى كده استنتج ان ايشبين معناها انا اكون. يبقى نفس الكلام لما تبدأ تعبر عن نفسك هتبدأ تقول ايشبين وتقول اسمك. يبقى مهم جدا في بداية موقفنا او في بداية تعلمنا لاي لغة ان نبدأ احيي الشخص اللي قدامي وابدأ اسأله عن اسمه وهو يقدم لي نفسه فيبدأ يقول ايشبين ويبدأ يقول اسمه ايشبين محمد ايشبين احمد ايشبين سارة. هنكمل مع بعض. احنا ليه نتعلم الالماني? طبعا انت تعلم الالماني اول حاجة دي لغة تانية. يعني ايه لغة تانية? يعني اكيد هتفيدك في المستقبل. دي رقم واحد. رقم اتنين اللغات كلها مهمة جدا في مجال حياتنا. يعني اللغات الاجنبية مهمة جدا. مهمة لان هي كل الدول بتتعلم منها الثقافات من خلال تعلمك للغة الاجنبية بتاعتها. تمان في مجال الابتصاد. في مجال الابتصاد وطبعا انت عارف ان الدول العظمى هي دول اوروبية وهي دي الدول المفهودة ان انت تتعلم اللغة بتاعتها عشان تكتسب منها مهارات ابتر من اللغة. يبقى انا عندي اول حاجة ان اللغات الاجنبية مهمة جدا. تاني حاجة في مجال الابتصاد. ايه كمان يخليني اهتم جدا ان اتعلم دويتش. ليه بنتعلم المانيا? مجال الصناعة. طبعا اندوسترية بعروفة ان المانيا من الدول العظمى في مجال الصناعة. معروفة بصناعة السيارات. معروفة بصناعة حاجات تانية كتير. يبقى في مجال الصناعة اللغة الالمانية مهمة جدا. طبعا في مجال السياحة. احنا عندنا هنا في مصر فئة كبيرة جدا من الالمان موجودين عندنا في مجال السياحة. لما تروح الغردقة وتروح اسوان وتروح الاماكن الجميلة اللي موجودة في بلدنا. هتلاقي ان السياحة اغلبها المان. اكيد طبعا في مجال الرياضة. مجال الرياضة كمان المانية من الدول العظمى اللي بتعمل فيها كاس العالم. كولتورة. كولتورة طبعا زي في الانجليش اللي هي الثقافة او الحضارات. برضو المانيا من الدول الحضارية المهمة اللي لما تتعلم الثقافة بتاعتنا هتفرق معك كتير في فكرك وفي طريق التعاملاتك مع الناس. يبقى دي احنا ليه بنحب نتعلم الماني عشان اسباب كتير هتفيدك في المستقبل وهتفيدك في حياتك العملية اللي انت عيشها. زي ما احنا شايفين احنا نتعلم على شخاطر الكولتور. وزي ما احنا عارفين المانيا من الدول المعروفة بصناعة السيارات زي وكمان عربيات معروفة جدا. وكمان مجال كرة القدم. طبعا كلنا عارفين فريق الكرة المشهور اللي هو فريق الكرة واحنا عارفين يعني فريق كرة القدم اللي هو ومهم جدا ان المانيا نتعلم فيها كل حاجة لان اغلبنا بتفرج على ماتشاط الماني فياريت كمان تحمل الماتشاط دي باللغة الالمانية هتفرق معاك كتير في تحسن اللغة واكتسابها. بعد ما تعرفت على اهمية الالمانيا. وليه بدرس المانيا? طبعا الاسباب زي ما قلنا ده عشان انت تطور من نفسك وتتعلم اللغة ديك وتتعرف كمان على صناعة وحضارة البلد. هل الالماني الناس بس بتتكلموا في المانيا? لا ده فيه تلات دول عظمة بيتكلموا اللغة الالمانية. تعالوا نشوف مع بعض. دي خريطة دويتشلاند المانية زي ما انت شايف كده قدامك? الخريطة الزرق ديك. دي دي المانية. شايفين مساحتها كبيرة ازاي? وكمان عندي النمسا. وكمان دي شفايس سويسرا. وفي هنا بعض المدن زي او الدول زي نيدرلندا هولندا. وعندي كمان لوكسنبورغ. وعندي تشيش تشيش ربليك اللي هي التشيك وبولن هنا في بعض المدن الصغيرة بيتكلموا الماني. هلو نشوف كده اول عندك اول حاجة هي دويتشلاند وطبعا العاصمة بتاعتها برلين. دي اول دولة ناقطة ناقطة للغة الالمانية. عندي كمان استغيش النمسا. العاصمة بتاعتها هي وكمان عندنا دولة اسمها اللي هي سويسرا وهنا العاصمة بتاعتنا هي شايف قد ايه الالماني مهم? شايف لما هتتعلم الماني هيبقى عندك فرصة متاحة ان تسافر اي دولة من التلات دول اللي قدامك دول? ليه? لانك تعلمت اللغة اللي هتقدر تتكلمها لما تروح اي دولة من التلات دول. وكمان في مجال السياحة لما هتسافر الغرداء او تسافر اصوار او تسافر مدن اه القاهرة او مدن مصر العظمى هتلاقي ان فيها المان كتير. ان السياحة الالمانية عندنا او السياحة المصرية فيها المان كتير. انا كده عرفت اللي بقى فعلم الماني وببقود فين في عني دول العالم. تعالوا بقى نتنقل لنوطة التالتة. انا كده بعرفك ان الالماني جميل ومن اللغات الرائعة اللي لما تتعلمها هيفيدك كتير. اين فخ يعني سهل? الالماني سهل. طب اديني يا فروضة لائل ان الالماني بتاعنا سهل لما هتعلم الماني مش هندم ومش هحس ان فيه حاجات صعبة علي. تعالوا مع بعض نشوف الحاجات اللي شبه بعض اللي موجودة في الاوة الالمانية وكمان هتلاقيها في الانجوش. وهتلاقي فيه كمان كلمات شبه العرب. تعال كده نبدأ مع بعض. هلو. طبعا زي ما انت شايف. هلو. مرحبا. مورجن. مورجن. كل الحروف اللي مكتبها في الالماني بانطاقة. ما بسيبش حرفة من غير منطاقة. مورجن يعني صباح الخير. فاتع. فاتع. خمن كده معايا وشغل دماغك كده وقرب كلمة فاتع من كلمة انجلش انت درستها. رافو عليكم فاتع يعني فادر. اب. بروضا. يبقى انا كده الجمل او كلمات اللي قدامك ده كلها بتتكلم على الفاميليا. يبقى فاتع زي فادر اب. بروضا. اخ. طبعا معناها عم او خالة. انكل عم او خالة. زي ما انت شايف الكلمات سهلة ازاي وشبه الانجلش جدا. تعالوا نشوف موضوع تاني. طبعا انتو عارفين اختصار كلمة كيجي. الكيجي اختصار كلمة كيندر جارتن اللي هي مرحلة الكيجي. تنس. طبعا من الكلمات دي انجلش جدا. ايوة الالماني فيه كتير او من الانجلش. سكا. سكا. مني يخمن يعني مائة سكر. واضحة جدا سكر. يبقى سكر معناها سكر. اول. اول. طبعا معناها زيت. بنانة. بنانة. طبعا كلمة بنانة اللي مقصود بيها الموزة. زو. زو. حديقة الحيوانات. زيبرا. زيبرا. طبعا الحمار المخطط. غولف. غولف. طبعا زي كلمة في الانجلش اللي هو الزق. هانت. هانت. مقصود بيها اليت. فينجا. فينجا. الاسبع. ارم. 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 ادراع. يبقى زي ما انت شايف في كل مجالات الكلمات. يعني هنا مسلا مجال التحيات. حاجات كتير شبه الانجلش. مجال الفاميليا. مجال الجيمز. الالعاب. مجال الاسن. الطعام. مجال الكلمات العامة. وهتلاقي كلمات اجزاء الجسم. كل ده موجود منه كتير في الانجلش. وطبعا في كلمات كتير جدا جدا. بس عشان خطر وقتنا مش هيسمح. احنا كل مرة هنجمع لك موعد الكلمات. متشابهة مع اللغة الالمانية. عشان متشابهة مع اللغة الانجلزية. عشان نشغل دماغك شوية معانا. ان الالماني بسيط. ولما تشوف كلمة من الالماني ما تتخضش منها. لأ ده انت تحاول تقربة بالانجلش. هتلاقي دي معناها واضح قدامك. مفيش في مشكلة. فايتر نكمل مع بعض. انظر تسيلة. دي اهم جزئية موجودة معانا في حسة النهاردة. وهي اللي تسيل بتاعتنا او الاهداف بتاعتنا اللي موجودة في اول الحسة. ده سلير ندير هويتر. الحاجات دي هنتعلمها النهاردة مع بعض. مهم جدا انك تسجلها عندك لان هي دي الحاجات اللي انا عايزاك لما نخلص الحسة تكون وصلت لها ومتكنها جدا وفهمها كويس جدا عشان لما يجي بقى تستخدمها في حياتك العملية او تحل بيها تكون وصلها لك كويس. انظر تسيلة لدرس النهاردة هو اول حاجة انك تتعلم معانا بكغوسونج عند ابشيد. بكغوسونج يعني يعني الوضاع. مهم جدا تتعلم معانا النهاردة ازاي تحيي شخص وازاي تقول له مع السلام. ايه كمان مفروض نتعلمه مع بعض? في غنزر تسيلة نخدم نعم فهاجة. مهم جدا النهاردة نعرف ازاي نسأل عن الاس لان دي اول دايما اول سيشن ببقى عايز اعرف اسم ايه? نمار داي. انا هبدأ اتكلم عن نفسي وهتكلم كمان عن ناس تانية عن الاس. يبقى دي اتلت سيلة هناخدها النهاردة مع بعض. وكمان نمار تخصى جزئة ان انا عايزة منك تكون عارف الفراجة او الفراجة السؤال بحرف الفراجة بالفرق بين ازاي افرق بين وامت تستخدم. كده احنا كتبنا اخد سكرينشوت للجزئية بتاعت اللي تسيلة الاهداف لاني مهم جدا تكون عارفها وملم بيها عشان ما نيجي اقولك في الاخر نوايتك تعلم حصتنا ايه? ادي الحاجات اللي احنا عايزينك تطلع بيها بنحصة معنا. يعني شغية ا يعني اول جزئية في يونيت وان. هنتكلم مع بعض عن التحيل. وانا عايزك بقى تتعود معي كده في الالماني على حاجة مهمة جدا. ايه هي? انك دايما هتسمع معانا الماني كتير من الالمان. يعني ايه يا فغاو? يعني انت عندك اي لغة يا حبيبي مفوض فيها اربع مغرات. هيرن السماعي. لازم الكتابة. اوندش بخاشن التحدث. يبقى انا لازم المغرات دي كلها اكون شاطر فيها في اي لغة بتعلمها. وخصوصا الالماني. طول ما انت بتسمع الماني كتير هتلاقي ادماغك اتملت الماني وبقى عندك حصيرا غوية كويسة جدا. والاوسي شبراخي كمان بتاعتك بقت افضل بكتير. عندي الشخصيات اللي قدامك دول ادي شخصية ده اسمه. والشخصية التانية البابا جاي اللي هو البغ بخير. عايزين نشوف مع بعض. مين اللي بيقول كل جملة من دون. ايوة احنا هنسمع الاول مع بعض من غير ما نكون عارفين الكلمات. دي طريقة جديدة بتعلم اللغة. انا عايزك لما تسمع حاجة تخمن الاول معناها وبعد كده نتأكد ان هو ده المعنى اللي انا وصلت له فعلا. وحنا بنسمع حاول تشوف كده الجمل اللي ظهرت او سمعتها وتشوف مين اللي قالها. طبعا يبقى فيه اختلاف بين صوت تيمو واختلاقه صوت البابا جاي اللي موجود قداما. طبعا بعد ما نسمع هنبدأ به ايه? الابقى قال ايه? البغ بغان قال ايه? دعونا نسمع بي. Hallo. Guten Tag. Tschüss. Auf Wiedersehen. كما نرى, تيمو قال تيمو أيل Hallo. Tschüss. مع السلامة. Guten Tag. Auf Wiedersehen. دعونا نسمع بي. Hallo. Guten Tag. Tschüss. طبعاً واضح من الصور اللي قدامنا إن هالو يعني أهلاً وسهلاً مع السلامة زي ما انت شايف كده تيمو بيشاور بيده بيقول واخد الجاكت ونازل من البيت نيجي بعد كده كوكو زاكت والبابا جايدة يعني نهارك سعيد او مع السلام تعالوا نكمل مع بعض عشان نعرف الفرق بين دول ودول نكملين مع بعض اول هدف من اهدفنا هو بكوز ونجن ونقبشين ازاي احيي حد وازاي اوضع الشخص اللي قدامي نسمع نوف ايمال عندنا كمان اوديو عندنا كمان اوديو الاوديو ده بيتكلم عن الاربع صور اللي قدامك ده عندك بلد نمر ا بلد بي بلد سي ون بلد دي فانا عندي قدامي اربع صور بناءا على الاربع صور هنسمع الجمل اللي موجودة قدامك وبناءا على انك سمعت الجمل اللي قدامك من الاوديو هنشغله هتبدأ توزع كل جملة او كل من الديالوج مين اللي قام هل بينطبك على الصورة نمر ا ولا الصورة ب ولا الصورة ت ولا الصورة د تعالوا دايما نعلم بعض بقى الميكانيزم بتاعة الهيرن دايما في امتحانات الهيرن بيقولك الاول هسيب لك دقيقة تقرى فيها الجمل اللي موجودة قدامك عشان لما تيجي تسمعها تبقى انت فاهم كويس انت هتسمع ايه تعالوا نقرأ الاول وبعدين نسمع وبعدين نوزع نعمل للصور مع الجمل اول ديالوج عندي اوفيدرزين هل شغل ده تشوز فليكس طبعا اوفيدرزين نستغلدنا مع بعض وقلنا دي معناها مع السلامة تشوز برضو معناها مع السلامة يبقى انا محتاج هنا شخصيتين بيكونوا بيكلموا مع بعض وبيقولوا البعض مع السلامة تاني ديالوج مساء الخير سيداتي سادتي يبقى تاني جوتن عبند جوتن عبند مساء الخير ميني دامن انظهرت سيداتي سادتي اهلا بيكم في موسيق است انترنتسونال واضح ان دوت اسم برنامج وفي ناس قاعدين بتفرضوا عليه تعالوا نشوف ديالوج مرد هين جوتن موغن فخاو شرودا جوتن موغن او دانك في درزين طبعا جوتن موغن صباح الخير جوتن نخت جوتن نخت يعني جوتنايت ناخد موغن صباح الخير يبقى انا عندي فير ديالوجة الاربع ديالوجة دول هنسمعهم مع بعض وانا عايزة منك توزع لي السور حسب الديالوج ما احنا تفرجنا عليه او ارناه مع بعض هيا قلت ان او كل شي است اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم اشتركوا في القناة نحن زوفا جيداً نحن ماما سمانا مع بعض الفير ميديالوج يلا بقى كده واحد واحد أبطال عايزيكم بقى معايا تشاركوني وبعتولي إجاباتكم على الاتشات الناس اللي مشاركنا في الحصة دلوقتي مع بعض لايف يبعثونا على طول مشاركاتكم ويكتبونا في الاتشات وهنرد عليكم بنفسنا وقلوكم إن إجاباتكم دي تمام وصح لأنتم ما شاء الله عليكم شاطرين ومتفاعلين معاك عندي أول حاجة يطرى أنهي صورة من الأربع صور اللي قدامي دول اللي بتعبر عن الميديالوج دول برافو عليكم هي الصورة نمر سي اللي بعضه أهلا بكم في برنامج اسمه يا طرى مين الصورة اللي موجودة قدامي اللي بتكعبر عن إن في ناس قاعدين بيتفرجوا على البرنامج اللي اسمه برافو عليكم هي بالفعل الصورة نمر بي اللي موجودة قدامنا فيها الناس قاعدين قدام التلفزيون زي ما احنا شايفين يعني في حد بيكلم مع وبقول لها صباح الخير وهي ردت عليه قالت له صباح الخير وقيت له شكرا يا طرى أنهي صورة بتعبر عندي هي الصورة نمر آ هي اللي بتعبر عن وعن الراجل بتاع البوستمان الراجل اللي جاي بيقدم لها إيه صندوق البريد واضح إن الآخر صورة اللي فيها جوتي نخت الولاد بيقولوا مامتهم تصباحي على خير نخت ماما ودي الصورة نمر دي زي ما انت شايف عندك كده عندي أربع صور بناء عليهم وزعنا بناء على الأوديوليس معنا مع بعض يبقى مهم جدا من خلال الحاجات اللي متعلمها مع بعض تتعلم التحيات والوداع إيه اللي أخدنا النهاردة مع بعض أو من خلال جد أعبنت مساء الخير سيداتي سادتي أنا عايزة بقى منك تسجل كل الحاجات هواعد كل جزئية هناخدها هتلاقي في صفحة زي دي هتطلعها لك فيها الملخص اللي احنا اتعلمناه وصناله من أول تسيل من أول هدف اتعلمنا مع بعض يعني مساء الخير سيداتي وسادتي دي دايما بقولها لما بقولها حد تحياتي أو السلام عليكم نفس معنى مرحبا بيك طبعا انتوا عارفين في ثقافة ألمانيا ماينفعش أنده للست بإسمها الشخصي بكلمها بإسم زوجها أو بالإسم العيلة عشان كده بنقول الفخاو شغودة اللي بقى دي كده من اللي تعلمناه مع بعض النهاردة اللي هي التحيات بتعلمناه النهاردة التحيات طبعا الكلمات دي مهم ان انت تعرف شكلها وتعرف معناها عشان لما تجيلك في الامتحان في المواقف تكون عارف ان دي معناها التحيات التحيات اللي تعلمناه مع بعض النهاردة برافو عليكم أخدنا أول حاجة جوتن مورجن جوتن تاج جوتن أبن دي التلات تحيات اللي تعلمناه مع بعض النهاردة صباح الخير نهارك سعيد ومساء الخير طبعا معروف ان جوتن مورجن اللي بقولها في الصباح أول ما النهار بيطلع على طول هقول جوتن مورجن وده بيكون من الساعة ستة للساعة داشر اي ام جوتن تاج دي هنقولها وسط النهار من الساعة داشر للساعة ستة يعني طول ما الشمس موجودة قدامي احنا بنقول جوتن تاج أول ما الشمس تبتأ دي غير تمشي خلاص هنبدأ نقول جوتن أبن دي يعني مساء الخير زي ما احنا شايفين هنتعلم كمان كل ده احنا لسه في تسير نومر لسه في هدفنا الاولاني هو نومر اللي تعلمنا من خلاله وتعلمنا كمان دلوقتي مع بعض اللي خدناه من خلال اللي احنا سمعناه اخدنا يعني مع السلامة مع السلامة برضو يعني تصبح على خير حد بقى عايز حد كده يكون زكي ومن خلال الصور يركز معايا ويقوللي الفرق يا فراو بين تشيس و او فيدرزين طبعا تشيس معناها مع السلام وكمان او فيدرزين معناها مع السلام طب ام تستخدم دي و ام تستخدم دي واضح جدا من الصورة اللي قدامي اللي رحتيها او فيدرزين ان الموضوع رسم شوية فورمل يعني ماينفعش يكون مدير في الشغل واقوله مع السلامة اقوله تشيس باي اكيد لا اكيد هتعمل معاه اكتر بطريقة فورمل هتعمل معاه دايما لما حب اقوله ايه لا اللقاء او مع السلامة هقوله او فيدرزين يبقى دي نستخدمها اكتر في الطريقة الفورمل انما تشيس لما نبقى اصحاب مع بعض نقدر نقول لبعض تشيس او فيه بيننا معرفة وما فيش تكلف ما بيننا اقدر اقول على طول تشيس طبعا يعني تصبح على خير دي هنقولها لما قبل ما نام على طول يعني قبل النوم هنقول زي ما شفنا كده في الديالوب نخط مع نجمع مع بعض زي ما احنا شايفين دول كل الحاجات اللي بتعبر عن الوداع الوداع يعني ايه يعني انا بقول لك اراكة لاحقا مع السلامة تصبح على خير يبقى كل ده بقصد به كلمة اسمها قلت مهم جدا اكون عارف معاني الكلمات دي مش شرط احفظها كويس جدا بس اكون فاهم معناها لان احنا تعلمنا دايما بيعتمد على الفهم مش الحبس انا عايزة منك تفهم الألماني عشان تقدر تتعلم ألماني كويس لازم افهمه وتعامل به تعالوا بقى نشوف نجمعه مع بعض زي ما جمعنا البكروسومجن التحيات اول حاجة تعلمناها جوتنح تصبح على خير بيسبالد بيسبالد يعني اراكة لاحقا بيسبيتر نفس الكلام سيوليتر يبقى بيسبالد وبيسبيتر اللي اتنين معناهم اراكة لاحقا هل دول معناهم تشوس ايوة طبعا لما حد يقول لي تشوس مع السلامة او او فيدرزين ممكن اقول له بيسبالد او بيسبيتر ويكون ده ردي عليه ما فيش مشاكل او فيدرزين اوف فيدرزين شايفين كتبنها ازاي مفصولة اوف فيدرزين يعني اراكة مرة اخرى يعني مع السلامة تشوس قمناها بكده تشوس مع السلامة اوف فيدر هيرن اوف فيدر هيرن يعني اسمع صوتك مرة اخرى وديم نستخدمها دايما على التليفون زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة لما حد يتكلم مع حد في التليفون هابدى اقوله اوف فيدر هيرن يعني اسمع صوتك مرة اخرى ده كده كل الابشيت اللي تعلمناه مع بعض وده كانت سيل نمر ايس دايما بعد ما خلاص اللي تسيل بتاعنا على طول بعملك اين اي بونك حلاله ابطمن ان انت فهمت اللي انا قلته يبقى ده نظام حساتنا ونظام الدروس بتاعتنا هنمشيها كلها كده ومش حايزة منك حاجة تاني غير انك تكون متابعنا كويس ومساعدش منك اي حصة معنا ولو وقتك مش هيسمح انك تحضر معنا حاول تتفضل حصص من على اليوتيوب من على منصة البس المباشرة عندك هنا ارجانسنزي ارجانسنزي يعني اكمل عندي الكلمات اللي قدامي ديت المفروض ان احنا نوزعها حسب الطايم اللي موجود قدامك اول حاجة مورجن وطبعا دي زي مورجن موجودة معايا تاني وطبعا وابند موجودة عندي تاني ده معناه لانا هستخدمها مرتين في الحاجات اللي قدامي دي حسب الوقت اللي قدامك وحسب الساعة هنبدأ نوزع والأخشيط اللي موجودين قدامك اول لما يكون الساعة ستة الساعة ستة كده معناها ام مش بي ام لما يقول لك ستة وكون ماشي معاك بنظام الساعة اللي اربعة وعشرين يبقى انا ستة دي كده المقصود بيها صباحا لما تكون الساعة ستة الصبح هنقول ايه تمام ايوا كده الناس الشطرة مورجن طيب الساعة تسعة هنقول مورجن ما انا تعلمت يا فقاو بقى خلاص في الساعة النهاردة ان من الساعة ستة الصبح اول ما الشمس بتطلع لغاية الساعة احداشر انا على طول بقى مورجن ساعة اتناشر وصلنا بقى المتاج وسط النهار يبقى هنقول تعد يبقى انا عندي همه هنقول تعد زيها بالزبط لما تبقى الساعة خمسة اشر ونص خمسة اشر ونص عشان نعرف يا الساعة كم بالزبط هعمل منها ماينس طوالب يعني نقص منها اتناشر خمستاشر اللي ما شيب منها اتناشر هتبقى تلاتة ونص تلاتة ونص يعني وسط النهاري بها نقول طب الساعة عشرين دي بقى على طول شيء من ها يعني هتبقى الساعة ثمانية هنا خلاص وصلنا الاخر النهار فهنقول الساعة تلاتة وعشرين نفس الكلام هنقول معنى كده ان انا ما قلتش حاجة خالص من الوراعم اللي موجودين اكيد طبعا انا ممكن اقول في اي وقت ان الاوقات ديت او مفيش مشاكل فيها لان معناها مع السلامة فيتر نخدم نعمل فيها انا عايز بقى نبدأ تاني تسيل عندي وهو ان انا ازاي اسأل عن الاسم كده احنا خلصنا اول تسيل اول هدف لنا تاني هدف من الحصة بتاعتنا وهو نخدم نعمل فيها اسأل عن الاسم زي ما متعودين انا بنبدأ دايما الاتسيل بتاعنا بقعين اوديو نسمع مع بعض الاوديو وبعدين نشوف هنسأل عن الاسم ازاي طب يا فراو احنا انا قلنا قبل ما نسمع الاوديو هنقرأ الموجود الابدامي او الديالوج الموجود عشان انك اسمع اكون مفاهمة نسمع ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدأت تعرف نفسها زي ما تعلمنا مع بعض في اول حصة ازاي اعرف نفسي وقلنا اشبين ونقول اسمنا هي كمان بدأت تقول اشبين مونيكا هيبر نهارك سعيد يا فراو هيبر نحن كده اتعرفنا مع بعض على الديالوج وعلى ازاي اسأل عن الاسم زي ما احنا شايفين كده في الصورة ادي فراو هيبر ادي هير سيليمسكي رايتر تكمل مع بعض تكملين مع بعض نخدم نامن في هذا شخصية كمان وبجدة نتعرف مع بعض تعالوا بقى هنا نشوف الأول برضو نقرأ الديالوج لأن دي واحدة بتعرف لوحدة على حد دس إسمين كوليجين فراو هيبر شان ها شايفين في الصورة الأستاذة بتعرف صاحبتها للأستاذة الموجودة فبتقول لها دس إسميني كوليجين فراو هيبر دي صاحبتي فراو هيبر جوتين تاك فراو هيبر هرزيش فيل كومن مرحبا بيكي فيلن دانك ونوار زينزي حضرتك مين إيش بين سيلفيا كونس أنا اسمي سيلفيا كونس يلا بينا نسمع مع بعض الديالوج التالي ونشوف هنتعلم منه إيه دي دس إسميني كوليجين فراو هيبر يعني دي زميلتي فراو هيبر جوتين تاك فراو هيبر نهارك سعيد هرزيش فيل كومن أهلا وسهلا بيكي فبتبدأ تقول لها شكرا من حضرتك هتبدأ تقول تعالوا نكمل مع بعض دايما هتعود مع بعض إن احنا نستلخص اللي بنسمعها جزيات الجراماتيك المهمة اللي هتقابلنا في كل الخاصة بالغة الألمانية يبقى احنا كده دلوقتي وصلنا بجزئيات الجراماتيك مهمة جدا وهي إن انت عندك في الألماني عندك ضماير مهمة في الألماني أول عندنا هو إيه شي يعني أنا وزي يعني حضرتك ودايما زي بكتبه كابتل وزي معرفك قبل جدا إن المهم جدا نتعامل مع الأشخاص اللي ما منعرفهاش بطريقة يعني رسمي وما تعملش معاه بالطريقة الغير رسمية يبقى أنا عندي إيه شي يعني أنا وزي يعني حضرتك ودايما بكتبه كغوس نيجي بعد كده ثاني خطوة عندك مهمة تعرف شكل الفعل اللي بيجي لك في الجملة كل ضمير في الألماني هيجي لك بعض فعل خاص به أو شكل الفعل هيكون خاص به وطبعا هيثبت شكل الفعل حسب الضمير اللي بتستخدمه أول فعل اتعلمناه اللي بعبر به عن اسمه وكمان المعناه يكون لما تعلمنا وابدا أقول اسمي محمد دي معناها أنا أكون محمد طب عايز أقول اسمي محمد يبقى أقول إيش هاي سي وابدا أقول اسمي يبقى أنا ممكن أقول إيش هاي سي أو إيش بين عشان عبر بيهم عن اسمي زي هاي سين لما هتعمل بالضمير زي يبقى هستخدم في الحالة دي فرب هاي سين شكل الفعل في الآخر بيختلف بيختلف حسب البرونومن اللي بنتكلم عنه نفس الكلام هنا زي زين دي يعني حضرتك تكون وبناءنا اللي تعلمنا مع بعض الفراجل اللي قدامنا دي في هاي سين زي إيش هاي سي سيلفيا كونس وهنا بتعامل بطريقة فورميل لإن هي بدأت تتكلم عن اسمها والفاميليا النام بتاعها اسم العيلة فبالتالي هنا فيه احترام في الكلام فهتعمل بالبرونومن زي تاني سؤال أسأل بيه عن في صورة الاحترام هو من تكون حضرتك وهنا بتعامل بصورة رسمية مع هير مولا وهنا فيه لقب موجود وهير يعني ميستر نومر دراي إيش بين فراو هيبر أنا اسمي فراو هيبر وطبعا فراو يعني ميس أو سيدة وبرضو هنا بتعامل بالطريقة الرسمية والطريقة الفورميل ليه؟ لإن بسأل بلتالي من زي ولازم يكون في إجابة فيه لقب أو فاميليا نعمل نكمل مع بعض ونحل مع بعض اين اي بون اي بونج زي ما اتفقنا كل جزئتة اللي هناخدها هنبدأ نحل عليها عشان القاعدة تثبت معنا وتخرج من الحصة متمكن من كل الأجزاء اللي خدناها مع بعض هنوصل لإجابات المتاحة مع بعض ونبدأ نبتل بإجاباتنا في النقطة اللي موجودة قدامنا إيش بين دانو مرأة بعدين عندك وعندي إيش وعندي من خلال ومن خلال الأسئلة والإجابات اللي تعلمناها هنبدأ نحاول نحل مع بعض وأنا معاك هسعدا طبعا هنحل تعلمنا أني إيش بين أنا عايز بعدها أعبر عن اسمي وعلى طول في النمر A هنختار إيش بين لنا ب في هايسن في هايسن زي ما احنا شايفين تعلمناها دلوقتي السؤال بالإحترام عن الاسم هو في هايسن زي إيش أنا عايز أكمل جملة إيش وده هيبقى ماشي معي لما أقول إيش هايس لوكاس دس إيست فراو جمل دي فراو جمل يبقى أنا عايز سؤال إسم حضرتك آخر واحدة موجودة قدامنا إذا أنت ملاحظ أنا كتبتلك كل الفراجن اللي قدامنا اللي قدرنا نكونها باللون الأحمر والإجابات بتاعتها هكون باللون الأسود يبقى مهم جدا أعرف السؤالين اللي تعلمناهم النهاردة بإجاباتهم عشان لما أأأأيجي إيبونك زي دوت أقدر أحل عليه مؤعشف أي خطأ من الأخطاء الوردة خلصنا تعال يا بطل معي على هنبدأ نخش مع بعض على الهدف التالي اللي هو بتكلم عن أنا عايز بقى أتكلم عن حد وأشاور على حد وأقول الشخص دوت أنا أعرفه وإسمه جزا أول سؤال عندك هو مهم جدا مهم أنك تعرف المشاور على حد وأقول مين الشخص ده ده معناه وابدأ أرد وأقول دوت زميلي مستر علي يبقى أنا عندي تعلمت معناها هذا يكون صحبي أو زميلي دول زميلي واضح أو الفرق إن هنا دوت مفرد وهنا بتكلم عن جمع للأسف للأسف أنا معرفش مين الشخص دوت يبقى أنا وارد من إجاباتي على السؤال يعني مين الشخص اللي قدامي دوت إن أنا أقول دوت زميلي فلان أو دول زميلي أو إن أنا أرد وأقول أنا معرفش الناس اللي قدامي دول مين يبقى ده سؤال تالت مهم معي إن أعرف شخص أو أشاور على حد واسأل عن اسمه وفي نفس الوقت أرد وأقول دوت فلان أو فلان بايتر نكمل مع بعض ونحل أين يبقى الموضوع كان مباشر جدا الديالوج موجود قدامك بأسئلته والإجابات المتاحة فبالتالي هنحل على طول ديالوج نمرة آنس عندي نفس الكلام يعني أتمل اللي قدامك عندي الأسئلة والجملة الموجودة ومفوضة أنت تنزلها في مكانها زي ما شفنا الديالوج مع بعض وفهمنا نمرة آنس هلو ايش بين فريد أنا فريد عايزين سؤال تكون إجابته يا ترى السؤال اللي إجابته دوت زميلي مشاقيل برافو عليكم السؤال هن هيكون مين ده نمرة آنس أنا عايز بس منها بتحطيلي أداة للإستفهم اللي لسه حالة نحليني السؤال بتاعها برافو عليكم أيوة كده مع التكرار هتلاقي المعلومة ثبتت طب يا ترى الإجابة صعبة علي لا يا فريد ده موجودة ولسه قيلينها إن ده سيس فراوهيفر ديالوجنا ماردراي واحد بيسأل مين يا جماعة الشخص الاسمه لوكاس ده واحد ده نيرود بيقوله والله أنا معرفش مين لوكاس جوسمن ده ما انت شايف كل الأسئلة اللي بناخدها بنبدأ نطبق عليها على طول لأن الموضوع كله سهل وبسيط ما فيش فيه أي مشاكل ومهم جدا أنك تخرج معانا بنواتج التعلم أو من اللي احنا أخدناها تكون خارج من الحصة مستوعبها قويس جدا وفاهمها وتعرف تستخدمها بحياتك العملية وتحل بيها أي يي بونج ييجي قداما هنبدأ نكمل حل وده آخر هلق ليه في الحصة إنك تعرف الفرق بين زي ما أخدنا من خلال اللي خدناها أنا عايزة منك تقول لي وده هنحل بيه بيه بونج ييجي قدامنا دوت عايزة منك تحط علامة في الآخر هل دوت عبارة عن سؤال ولا جملة عادية فبالتالي هنحط نقطة دعالوا نشوف نمر أولا لما نجي نرتب الجملة هل دي جملة عادية ولا سؤال أنا عندي أداة استفهمها يبقى أكيد ده سؤال يبقى لما جرت بالجملة هبدأ بإيه بالكابيتل وي وحضرتك إسم ديه وطبعا كل ده احنا تعليمنا مع بعض في حصة النهاردة في الديالوجي اللي إسمعنا مع بعض بيه وطبعا حطينا هنا أداة الاستفهام طبعا عندي هنا أداة الاستفهام فير فير إست فراو مين فراو باور ديك الديال ده وقص ده سؤال هنحط على أداة الاستفهام نمر سي زي ما احنا تعلمنا هيرت سليش فيل كومن فراو فراي أهلا بيك يا فراو فراي يبقى هيرت سليش فيل كومن فراو فراي دي وطبعا عندي جملة عادية مفيش عندي أداة الاستفهام انت تعلمنا مع بعض يا إما فير يا إما فير بنخليل الأسئلة اللي شوفناها دي دس إست فراو كاوفمان دي يا فراو كاوفمان ايه ان هنبدأ بان لما ليها قدامي على طول وبص بعد كده هو عايز يكون سؤال ولا عايزها جملة عادية وده سؤال لأنه ببدأ بأداة الاستفهام ودول أدوات الاستفهام نتعلمناه من النهاردة مع بعض يا إما في يا إما فير وفي معناها ما وفير معناها من للعاكل زي ما بنقول فير بيستدو من أنت أو فير زنزي من حضرتك أو فير إستدس من هذا يبقى نتعلمنا فير معناها من للعاكل وفي معناها ما زي في هايزنزي ما اسم حضرتك ومن هنا عارفنا نتعلم الفرق بين في وده كان رابع هدف لينا في حصة النهاردة اللي كنا بنتكلم ونقول مهم جدا ان احنا نتعرف على الاتسيل بتاعتنا في السيشن أو في الحصة وده اللي تعلمناه النهاردة وخرجنا بيه من حصة اتعلمنا مع بعض ازاي احي شخص وازاي او الدعم اخدنا واخدنا واخدنا تشوس او بيدرزين وبيس بلد وبيس شبيتر تاني هدف كان معنا في حصتنا هو نخدم نعمل في هذا ان انا اسأل عن الاس واخدنا السؤال عن الاس يا إما بفي يا إما بفير ثالث هدف هو ازيش عندك متنع من فرشتين ان انا ابدأ اعرف شخصي تاني واسأل كمان عن اي شخص واشاور على حد اقوله مين الشخص ده بقول وهرد اقول ده احمد ده زميلي احمد او ده زميلي احمد دول زميلي احمد وعلي سواء مفرد او جمع السؤال عندك ثابت هدف هو البيف راجي اللي لسه حالين مع بعض عليه انك امتى تستخدم فيه وامتى تستخدم فيه وده مهم جدا وان شاء الله هتلاقي نفسك بتحل سهل جدا وما فيش عندنا اي مشاكل. خده نكون خلصنا النهاردة المادة العلمية تم مراجعتها من فراوس الويحية وفراوة عز نصار وكان معكم فراوة ولاء علي من منصة البس المباشر وشكرا لكل القائمين على العمل في منصة البس المباشر. اشتركوا في القناة